اشتركوا في القناة تحقيق الوعود وتحقيق الحلم تابعونا على مدار اليوم وعلى رأس كل ساعة بالتأكيد أحداث عديدة وأحداث كثيرة على شاشة قناة النادي الأهلي اليوم يوم الحلم بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي العظيم كل التفاصيل دي كل المفاجآت بالتأكيد هتكون النهاردة معاكم عبر شاشة قناة النادي الأهلي فقط وحصريا لكل جماهينا العظيمة في كل مكان في مصر وفي الوطن العربي وفي كل مكان في دول العالم حالة النهاردة من حالة الترند النهاردة نقدر نقولها هتكون بروح الفانيلا الحمرة سوشيال ميديا بروح المدرج بروح الفانيلا الحمرة فيها التفاصيل وفيها موضوعات وفيها حاجات النهاردة بالتأكيد عتبسطتكم لأن احنا بالتأكيد النهاردة بنلقي الدوق على بعض التفاصيل اللي جمهوري نادي القالب مهتم جدا بيها خلال الساعات القليلة الماضية نبدأ حلقتنا بسرعة مع السؤال اللي بالتأكيد هذا السؤال لعلاقة بالأحداث الجارية بعد استئناف بطولة الدوري وطلب بعض الأندية تأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا وإصابة عدد من اللاعبين لكن سؤالنا النهاردة هيكون ما هو رأيك في طلب بعض الأندية تأجيل مبارياتها في الدوري بسبب فيروس كورونا شاركوا معنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام بالتأكيد من خلال هاشتاج الترند شاركوا معنا والتفاعل كبير جدا من خلال هذا السؤال عشان نتكلم والناس كلها تقول رأيها في هذا الموضوع لأنه سؤال بالتأكيد مهم جدا وليه علاقة بالأحداث الجارية بعد استئناف الدوري وفي بعض المباريات بيتم تأجيلها بسبب موضوع فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة لكن بشكل عام نتمنى يا رب السلامة للجميع لكن ندخل بصرع بعناوين الحلقة وعناوين الترندات النهاردة تلات ترندات أهلي ومحلي وعالمي وإن شاء الله بإذن الله يكون فيها تفاصيل مهمة جدا تسعد جماهير النادي الآن نبدأ بسرعة بالعناوين تدريبات مكسفة ومسحة طبية استعدادة للإنتاج الحربي في الترند المحلي اتحاد الكرة الدور المصري سيكتمل دون نقاش أما الترند العالمي الأزمة الاقتصادية تهدد بقاء المحمدي مع أستون فيلا أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند ترند معاوضينكم دايما معنا كل يوم في ترند ترند بنقول معلومة جديدة المعلومة بيكون لها الحمد لله صدى ورد فعل كبير مش عن ترند أو عن حاول نعلى عليه لكن عنكون موضوعيين وإحنا بنطرح المعلومة عشان تكون معلومة موضوعية لكل مشاهدينا في كل مكان الترند النظر عبارة عن أربع عنوين أول عنوان معايا وإحنا بنتكلم على اتحاد كرة القدم خلال الساعات الأخيرة ابتدى يفكر في تغيير فكرة إن عدد الإصابات لقدر الله في أي فريف الدور العام لو زاد عن عشرة ممكن يشوفوا إمكانية التأجيل بمعنى الأول كان بيقولك لو عشر لعيبة هنأجل المباراة لا دلوقتي بيتكلموا في إطار الرقم محدد ومحسوب نسبة وتناسب بمعنى إن أي فريق هيكون فيه لقدر الله عدد إصابات أربع تاشر لعب في الحالة دي أنا ممكن أأجل المباراة لهذا الفريق ليه؟ الرقم هنا ليه نسبة وتناسب في إيه؟ إن أنت بتحسب المتبقي من عدد اللاعبين في القائمة المحلية من تلاتين ليه أربع تاشر هيتبقى معكس التاشر لعب عندك حداشر أساسي وعندك خمسة احتياطي وممكن تستعين بعدد من اللاعبين في قطاع الناشئين وتستكمل قائمة المباراة فبالتالي اتحاد القرى لما فكر في هذه الجزئية قالك لو كل مباراة أو كل فريق لقدر الله عنده إصابات كورونا عشر لعيبة ممكن إجراءات كتيرة أو في مباراة كتيرة ممكن تتأجل الفترة اللي جاية وده بالتأكيد هيعوق استمرار مسابقة الدورة بشكل متميز فبالتالي قالك لا هحسبها بالورق والقلب أربع تاشر لعب لقدر الله يعني هنا ممكن أجل لأنه عندك الباقي في القائمة يسمح أن المباراة تستكمل والفريق يلعب بالفريق الأول عدد كبير ممكن من قطاع الناشئين يستكمل مقاعد البودلاء لكن في النهاية ده يعني اتجاه لاتحاد القرى أنه يستقر على هذه الفكرة بالنسبة للمرحلة اللي جاية خاصة أن البعض في الفترة الأخيرة ما بقاش مهتم جدا بتطبيق مبدأ الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الطبي اللي وضعته وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة طبية في وزارة الشباب والرياضة مع الاتحاد المصري لكرة القضاء ده كان عنوان مهم جدا في تريند تريند المعلومة بنتكلم على المرحلة الجاية إزاي اتحاد القرى هيتعامل مع بعض الأندية اللي ممكن ما تنفس الإجراءات الاحترازية بشكل جيد ولقدر الله ممكن عدد من اللاعبين يتعرضوا لإصابة فيروس كورونا في المرحلة القادمة طيب عنوان تاني معايا النهاردة في تريند تريند وإحنا بنوجه سؤال لاتحاد قرة القدم المصري والسؤال هنا أين جدول الدوري الاتحاد الأفريقي أعلن الأجندة المتعلقة بمسابقات الأندية الأفريقية سواء دور الأبطال أو الكنفدرالية خلال الفترة القادمة دور الأبطال 24-25-26 ستمبر أو في بداية ستمبر 22-26 للكنفدرالية 24-25 نصف نهائي دور الأبطال 2-3 أكتوبر إياب نصف نهائي دور الأبطال 16 أو 17 أكتوبر نهائي دور أبطال إفريقيا إذن الأجندة تم تحددها أجندة أكتوبر لمباريات المنتخبات في أفريقيا بنسبة كبيرة جدا غير موجودة وإذا وجدت هتكون أجندة ودية ليست أجندة رسمية بل بالعكس بالنسبة لمصر تحديدا أجندة أكتوبر غير مطروحة بالمرة لأن أنت عندك فرقتين تحديدا الأهل والزمالك ممكن يوصلوا نهائي دور أبطال إفريقيا فبالتالي أجندة أكتوبر بالنسبة للمنتخب هتكون مشغولة بنهائي دور أبطال إفريقيا سواء أهل وزمالك أو حتى الأهل والرجاء أو حتى إذا الزمالك وصل المباراة النهائية فأنت تتكلم في إطار أن أنت في جمال أحوالي إن شاء الله بإذن الله لو في طرف مصر في المباراة النهائية فأجندة أكتوبر بالنسبة للمنتخب هتكون صعبة جدا إذا فكر بقى ممكن في مباراة دية عمل معسكر بس هتبقى فيها صعوبة كبيرة جدا خاصة لو النهاء إفريقيا أهلي وزمالك فبالتالي أصبح على اتحاد كرة الجدم خلال الفترة القادمة ضرورة إعلان أجندة الدوري في شهر ستمبر وفي شهر أكتوبر وبمعنى دق أنت تقدر تقول لغاية الإسبوع التلاتين هتكون عندك أجندة جاهزة ووضحة لجدول الدوري العام إعلان الأجندة وإعلان جدول الدوري الفترة اللي جاية هيقتل فكرة إن البعض ممكن عايز يفكر في عدم استمرار المسابقة أو الغاء المسابقة أنت بتضع أمام الجميع المسئوليات إن الجدول خلاص بقى موجود لشهر تسعة وموجود لشهر عشرة مش موجود بس لغاية نهاية أغسطس لعب عندك ومتاح لك الفترة الجاية شهر تسعة وشهر عشرة خلاص قلنا مفيش كس أمم مفيش أجندة في تسعة قلنا الكلام ده من فترة مفيش أجندة في عشرة المباراة تحددت من الاتحاد الإفريقي بالنسبة لمسابقات الأندية في دور الأبطال وكاس الكونفدرالية فأصبح الأمر بالنسبة لك واضح بنسبة 100% اعلن جدول الدوري ويكون فيه وضوح أمام الرأي العام عشان الناس كلها تلتزم بالمسؤوليات وتعرف إن المشوار لسه طويل والناس كلها تشتغل وتطبق الإجراءات الاحترازية بشكل جدي وفي نفس الوقت كمان تعرف إن فيه مسابقة الجميع حريص على تنفذها طيب عنواننا تاني كمان معايا النهاردة وإحنا بنتكلم على مفاجأة يوم السلساء القادم من النهاردة وقبل التلاتة اللي جاي هيبقى فيه مفاجأة المفاجأة لها علاقة بالتوقيت الزمني اللي الاتحاد الافريقي يحدده لجاية 17 أغسطس القادم يوم 17 أغسطس القادم لو الموافق يوم الاثنين هيكون آخر يوم الدول التي ترغب في استضافة نهائي دورة بطال إفريقيا في حال إذا كان الفاينال طرف مصري طرف مغربي هيكون ده اليوم الأخير طب المفاجأة يوم الثلاث في إيه؟ في مفاجأة متعلقة باستضافة النهائي في مكان ما والتجهيز لاستضافة هذا الحدث الافريقي في الفترة القادمة وأيضا كمان اتجاه لدى البعض أن في جميع الأحوال إذا كانت هناك عدم وجود أي رغبة لدى أي دولة في القرى الافريقية في استضافة نهاية افريقيا مين ممكن يكون الطرف البديل واللي هيسعى أنه يكون جاهز بملف لاستضافة نهاية افريقيا ده هيكون جاهز معنا إن شاء الله يوم الثلاثة اللي جاي ولكن بعد غلق الملف في يوم الاثنين القادم تبقى للتوقيت الرسمي والأجندة الرسمية اللي أعلنها الاتحاد الافريقي خلال الفترة الأخيرة وده اللي هيتحدد على أساسها التفاصيل كثيرة جدا متعلقة بدورة أبطال افريقيا خلال المرحلة القادمة دي كانت عنوين النهاردة تريند تريند كنا عايزين نتكلم في كذا نقطة وفي كذا موضوع ونأكد على أجندة أكتوبر زي ما ذكرنا بالأمس إن أجندة أكتوبر هتكون فيها صعوبة جدا بالنسبة للمنتخبات لكن ما ننساش إن الاتحاد الأسياوي أعلن إن أجندة أكتوبر بالنسبة له مؤجلة حتى عشرين واحد وعشرين بمعنى تصفيات كأس أسيا تصفيات كأس العالم هتكون مرحلة لعشرين وعشرين وش هيكون في أجندة في شهر أكتوبر أخرج إلى فاصل ثم نواصل أهلا بحضراتكم مجددا وبالتأكيد فقر التريند الأهلي وعنوين مهمة جدا عبر السوشيال ميديا وما كتب على النادي الأهلي نروح بسرعة ونبدأ بعنوين تريند الأهلي نبدأ من الحساب الرسمي لموقع سبورت 360 على تويتر قال أن في محاولات حمراء لحل مشاكل فيلر الدفاعية قبل القمة ومن صفحة ماجيكانو على الفيسبوك قالت أن جونيور أجايي أصبح جاهز لمباراة الإنتاج الحربي بعد تعافي من الإصابة في قاحل القدم بتدريبات الفريق أمس أما الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر نشروا الصور من المران قبل الأخير للفريق استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري ونشرت الصفحة الرسمية لموقع في الجول على الفيسبوك تصرحات للكابتن ساير عبدالحفيز مدير القورة قائلا لا أتوقع اختيار بكاري جسامة لإدارة مباراة الأهلي والوداد ومن الصفحة الرسمية لموقع يلا كورة كتبت أن الأهلي ينتظر أزاره لبدء مفاوضات تجديد العقل أما حساب الأهلي فانز على الإنستجرام قالوا أن لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فيلر العرض المقدم من الاتحاد السكندري للتعاقد مع أحمد الشيخ وصالح جمعة وحسين السيد للبت فيها كمان الحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر كتبوا أن لجنة التخطيط في الأهلي تناقش عرض بيع ناصر ماهر للبيراميدز وفي لقطة مميزة محمد مجدي أفشا نشر ستوري على حسابه وعلى الإنستجرام لقطة لي مع أحمد العجوز لاعب أمبي في المباراة الأخيرة وكتب عليها آسف يا صحبي والحساب الرسمي لموقع بطولات على تويتر كتب أن الإنتاج الحربي صرح بأن عامر عامر قد لا يشارك في مباراة الأهلي ومن كرة اليد صفحة ألعاب صلاة الأهلي على الفيسبوك نشرت صور للعاب الأهلي وهم بيجروا المسحة الطبية قبل الانضمام لمعسكر المنتخب أهلا بحضراتكم من جديد وشفتوا طبعا في تنوع سواء على تويتر أو حتى الانستجرام أو حتى الفيسبوك كل الصفحات سواء المواقع الرياضية أو حتى الصفحات الجماهيرية مهتمة اهتمام كبير جدا للنادي الأهلي النادي الأهلي دائما هو الترند النادي الأهلي دائما وأبدا المعلومة الخبر الصورة مجرد ما تكون موجودة على السوشيال ميديا هتلاقيها في لحظتها ترند أمام كل المشاهدين وكل المشاركين وكل المتابعين وأنه الكل لادي والنهاردة اليوم سوشيال ميديا بروح الفانيلا الحمرة بروح المدرج مفاجآت إن شاء الله على مدار اليوم عبر شاشة طقارات النادي الأهلي طيب طبعا صفحة ماجيكانو على الفيسبوك قالت أن أغاية أصبح جاهز لمباراة الانتاج الحربي بعد تعافي من الإصابة صفحة ماجيكانو طبعا بتشوف الأخبار التي تكتب على النادي الأهلي في المواقع وبتهتم بجزئيات الصغيرة المتعلقة بأبرز اللاعبين اللي ممكن جمهوري نادي الأهلي يكون عايز يطمئن عليه خلال الفترة القادمة وجود الأجاية إن شاء الله بعد مباراة كان خاد راحة كده 24 ساعة لتدريبات تأهيلية معينة وإن شاء الله يكون جاهز لمباراة الانتاج يوم الجمعة لكن الصفحة الرسمية الموقع في الجول اهتمت بجزئية إحنا كلينا الصفق اتكلمنا عليها في أول ظهور لنا من خلال برنامج التريند توجهوا بسؤال للكابتن سيد رد الحافيز وسألوه على حكام مباريات دور أبطال إفريقيا والرؤية بالنسبة للمرحلة القادمة كابتن سيد إجاباته كانت على قدر الحدث وعلى قدر الموضوع لأنه قال نقطة مهمة جدا لا يجب أن نركز مع التحكيم الإفريقي رغم ما أسير في البطولات الإفريقية السابقة وحتى حديث الصحافة المغربية عن آخر دور أبطال إفريقيا والنهاء الأخير بين التراجي والوداد هناك مباراة للزهاب سنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ولسه في مباراة عودة هتكون في القاهرة لكن أنا اهتم جدا بمباراة الزهاب اللي إن شاء الله هتكون في كازابلانكا يوم 24 و 25 من شهر ستمبر القادم لكن الكابتن سيد اتكلم في جزئية لا أتوقع اختيار بكاري جسامة لمباراة الأهل والوداد وهنا في برنامج الترند كنا ألقينا الدو على الحكام المرشحين لإدارة مباراة كأس العالم وخروج بكاري جسامة لأول مرة من تصنيف حكام الساحة هيكون موجود في تقنية الفور لكن كحكام ساحة خرج دخل مكانه ردوان جيد دخل مكان جهاد جريشا الكابتن أمين عمر فبالتالي فيه تعديلات فيه أطقم التحكين فممكن تتوقع فيه مباراة الأهل والوداد ممكن تلاقي فيكتور جوميز ممكن تلاقي مصطفى غربال ممكن تلاقي نادالة ممكن تلاقي أكتر من حكم إفريقي برزوا وكانوا ظهرين بشكل جيد جدا على الساحة الإفريقية خلال الفترة القادمة كمان الوضع في الاعتبار بكاري جسامة في مباراة الأهل والتراج كان فيه أزمة آخر مباراة للأهل في إفريقيا كان بكاري جسامة بيدير مباراة سانداونز والأهل فبالتالي مش من الطبيعي مجلس الخبراء التحكيم إنه هو يقرر نفس الحكم للفرقيتين في فترة زمنية قصيرة وأمر ملف التحكيم الإفريقي تحديدا حصل فيه متغيرات كثيرة وكنا أو كلينا السابق في الترند قلنا معلومة إنه ما فيش حاجة اسمها لجنة حكام اتعين مجلس خبراء للتحكيم من خلال الفيفا وبإشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كمان الصفحة رسمية الموقع إليها قرة بيتكلم على إن الأهل بينتظر عودة وليد أزارو لبدء المفاوضات لتجديد عقده خلال الفترة القادمة حاليا أزارو في فترة طراحة بعد إنهاء اتفاقه مع نادي الاتفاق السعودي وطبعا الآن ما ينفعش يطلب البطاقة لإن السيستم والقيد في مصر حاليا مغلق وبالتالي الدوري السعودي أيضا كمان السيستم هناك مغلق فمش هينفع تنقل البطاقة في التوقيت الحالي بعد نهاية الدوري يقدر تطلب البطاقة الدولية ويعود وليد أزارو إلى صفوف النادي الآن وهنا بقى في أكتر من رؤية وأكتر من شغلة هيتم في وقتها وساعتها برضو إحنا هنكون معاكوا أول بأول والأخبار المتعلقة في الفترة اللي جاية أفشا عمل لقطة مميزة جدا على الستوري بتاعه على الإنستجرام عمل لقطة ممتازة جدا لأنه كان طبعا أحد لاعبي نادي أمبي وكانت مباراته أمام أمبي طبعا بيلعب مع زملائه السابقين وأحد اللاعبين أحمد العجوز اللي بالتأكيد زمله الفترات طويلة في نادي أمبي طبعا كان حصل احتكاكوه تعارفين طبعا القورة والمطشاط بيبقى فيها احتكاكوه اللي يقى بدنية وقوة كبيرة جدا لكن أفشا طبعا بأخلاقه العالية ودماسي بتأخلكو عمل ستوري لأحمد العجوز وهو فيما معناها يعني بيقول له آسف يا صاحبي لقطة مميزة جدا من نجم كبير في النادي الأهلي كمان الحساب الرسمي لموقع بطولات على تويتر قال للإنتاج الحربي بصرح من خلال الكابتن وليد مهدي مدير القورة في الانتاج الحربي إن عامر عامر حارس المرمى قد لا يشارك أمام النادي الأهلي خاصة بعد التحاكم أخرا بتدريبات الفريق وبنسبة كبيرة لن يشارك في مباراة الأهلي فبالتالي عامر عامر من الحراس المتميزين جدا وقوة إيجابية في صفوف فريق الانتاج الحربي وحارس متميز جدا لكن في النهاية يوم الخميس غدا بإذن الله تتضح القائمة الرسمية سواء للناديين سواء الأهلي أو حتى الإنتاج الحربي واعتقد مباراة هتكون مباراة كبيرة جدا بالنسبة للفريقين طيب كرة اليد وصفحة ألعاب الصلاة من الصفحات اللي بتهتم جدا بالألعاب الفردية والألعاب الجماعية أو تحديدا ألعاب الصلاة اليد والطائرة والسلة لكن طبعا صفحة ألعاب الصلاة هتمت جدا بنشر صور للاعاب الأهلي وهم موجودين في معسكر المنتخب الوطني وبيجروا المسحة الطبية قبل الانضمام لمعسكر المنتخب بالمناسبة المنتخب طبعا عنده كاس عالم لكرة اليد إن شاء الله في بداية عام 2021 نتملالهم يا رب التوفيق والمنتخب يكون على قدر الحدث ويقدر يصل للمباراة النهائية ويكون في بطولة جديدة إن شاء الله لكاس العالم لكرة اليد وهذه اللي بتحديدا من الألعاب اللي بتحقق نتائج كبيرة جدا على المستوى الدولي طيب آخر حاجة في تريند الأهلي مهم جدا الفقرة اللي جاية لأن ناقش تفاصيل وعن نتكلم في موضوعات مهمة جدا أخرج لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم جدا وللحديث بقية في التريند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند أولاين تريند أولاين فقرة مهمة جدا اللي نحن النهاردة بنتكلم عن سوشيال ميديا بروح الفنانة الحمرة بروح المدرج فلازم نتكلم عن تفاصيل مهمة جدا وبنتكلم مع شخصية كاتب صحفي ناقد رياضي محبوب للأهلوية عبر السوشيال ميديا كلماته مؤسرة واللي نحن النهاردة في يوم مميز وعندنا حدث مميز لازم يكون تضيف على قدر الحدث تحديدا لما بيكون بيكلم في فقرة تريند أولاين وهو دلوقتي معايا عبر شاشة قناة النادي الأهلي شاشة طبعا كل الأهلوية وهو موجود النهاردة في بيته سعداء بوجوده معنا النقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ أسامة السويسي أستاذ أسامة مساء الخير عليك ومنور الدنيا مساء الخير عليك محمد صديق العزيز سعيد أن أنا يكون ظهور الأول على شاشة البيت الكبير بعد التطوير يكون معاك وفي اليوم التاريخي دي النهاردة اللي هيسعد ملايين من جمهور الأهلي ولو فيه جائزة حقيقة للتريند أعتقد أن إذا كان النادي الأهلي بيتصدر التريند في مصر وفي العالم ببعض الأحيان فالجائزة الحقيقة للتريند أعتقد أن هي يكون لجمهور الأهلي لأنه هو الدرع والسيف الحقيقي للنادي الأهلي وهو اللي بيجعل النادي الأهلي هو التريند رقم واحد في الدنيا النهاردة كل الأحلام اللي بيحلمها جمهور الأهلي منذ سنوات هتكون موجودة لأرض الواقع النهاردة إن شاء الله ومن خلالك طبعا بالتأكيد لكل النهاردة هيكون على أهبة الاستعداد وعلى مدار اليوم لمنتابعة شاشة قناة الأهل يا سيد أسامة مش عايزين نسبع الأحداث مش عايزين نحرع المفاجآت إن شاء الله بعد نص ساعة إن شاء الله مفاجآت هتسعد ملايين من جمهور النادي الأهلي حول العالم بإذن الله طيب أبدأ معاك وأتكلم على الحديث عن استنافة دور المصري مباراة الأهل وإنبي وفي الظل طبعا أحداث الكورونا وقرار مميز باستناف النشاط شايف الأحداث إزاي ومسألة تأثير فيروس كورونا على انتظام المسابقة وجده للمسابقة الفترة الجاية ومبدئيا قبل ما أبدأ في الكلام عن مباراة أمبي وتحديدا إن الشكل المميز اللي كان فيه النادي الأهلي رغم فترة الغيابة الطويلة دي وده أمر يحسب للمدير الفني سيد ريني فييلر أعتقد إن لو عملت فلاش باك سريع آخر ظهور اللي كان معاك في شهر أغسطس اللي فات قبل التعاقد مع فييلر بـ 48 ساعة واتكلمنا إيه الأهلي محتاجه قلت لك الأهلي محتاج مدرب بالشخصية الشخصية يكون عنده تعطش للبطولات وعايز يعمل سي في كويس وده اللي عمله النادي الأهلي وتعاقد معاه لكن للأسف الشديد قبل ما فييلر يوصل مصر اتعرض لهجوم غير طبيعي ومجلس إدارة النادي الأهلي كمان اتعرض لهجوم غير طبيعي بسرد اختيار في فييلر أهلي اشترى الترماي وقاله أن الأهلي دحك على جمهوره فهو جئت بعد ما الأيام مرت وبعد ما فييلر أثبت أنه هو صفقة الموسم الحقيقية وظهرت بصماته على الفريق وفرض شخصيته وحقق أرفام غير طبيعية 18 نبراء بلا هزيمة ومتعادل واحد في الدوري بالإضافة أنه وصل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمنتهى الجدارة نفس الأشخاص اللي كانوا بيلوموا عن الأهلي هم هم اللي كانوا زعلانين الفترة اللي فاتت ويقولوا ليه الأهلي مجددتش التعاقد مع غيلر والنادي الأهلي كده فشل بصراحة حيرتونا المهم المهم أن فترة التوقف خمس شهور دي لأول مرة تحدث في التاريخ خمس شهور منها ثلاث شهور اللعيبة ما بتنزلش فطبيعي أن الوضع هيكون مختلف لكن اللي أنا شفته في مباراة بسم الله ما شاء الله بدنيا وفنيا الأهلي مسيطر بيوصل للمرمى مش كتير زي الأول ما عودنا ولكن وصل ونجح أنه يحقق فوز مهم الفوز مهم مع بداية استقناف الدوري إن شاء الله في رحلة البحث على اللقب رقم اثنين وارباية لو عايز تتكلم بقى في الجانب من خص كورونا آه بالضبط تأثير الكورونا تأثير الكورونا على انتظام الدوري الفترة الجاية يا سوسام مؤكد أن الكورونا قبل كورونا حاجة وبعد الكورونا حاجة تانية ده طبيعي جدا وده اللي شفناه في كل العالم لكن أنا شايف فيه أخبار مش مسعيدة وفيه مؤشرات مش مبسوط بيها منها التصريح الخطير اللي قادل بيه أحمد مسعود حارس مرمى النادر مصر تصريح خطير جدا 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 قال أنه هو يشعر بالاستياء وبالغضب وأنه هو بيفكر أنه هو يعتزل كرة القدم بسبب الاتهمات اللي وجهت ليه أنه هو السبب في نقل العدوى إلى بقية الفريق تمام وأنه هو الكلام بقى الخطير جدا أنه هو عمل مسحتين برا لجنة الطبية الاتحاد الكرة والمسحتين ثبت أنه هي سلبية تمام مش عايد طيب يبدو أن فيه أعطل كده في الاتصال عبر السكايب إذا كان ممكن نرجع للأستاذ وثامة السويسي بعد لحظات عشان نستكمل موضوع لأنه نحن نتكلم في موضوعات مهمة جدا وكانت تريندات خلال الساعات القرية الماضية الأستاذ وثامة كان بدي بجزء مهمة جدا متعلقة بالفترة اللي كان بيتعاقد فيها ريني فيلر مع النادي الأهل وكان بالفعل زي اليومين دول من سنة ماضي كان نتكلم على أن فكرة أن الأهل دايما بيعمل سيفي لأي مدير فني وبعد مرور سنة وإحنا في اللحظة دي بيأكد على نفس المعنى أن النادي الأهل دائما وأبدا بيعمل نجاحات لأي مدرب بالنسبة للمرحلة القادمة لذلك كان مهم جدا هو يبدأ بجزئية هذا الموضوع لكن موضوع فيروس كورونا تحديدا كان فيه كلام كتير ولغة كتير يا سيد أسامة بعد ما رجعت لدنا وأكيد أحمد مسعود يوصد أن لما عمل مساحات تبارى المساحات الخاصة بالتحاد الكورة طلعت سلبية لكن مع المساحات الرسمية قد طلعت الجباية فده بيعمل لغة وده اللي ممكن خلت تحاد الكورة النهاردة بيفكر أن العدد المساحات أو مسألة الإصابات لما تزيد أو توصل لأربعتاشر أو خمساشر لعب هنا ممكن نأجل مباراة مش شرط يكون عشر لعب بس بص قوحنا للأسف الشديد أنا مبدئيا مش عايز أروح لمربع أني فيه أيدي بتاع بس لإلغاء الدورة ولكن خلينا نتفق أني فيه ناس كتير مش عايز الدنيا ترجع ومش عايز الدورة ده تحديدا خصوصا أن فيه ناس أقسمت بالله على الهواء مباشرة أن الدورة سندت لها وفيه ناس للأسف الشديد قالت أنه كورونا هدية من السماء علشان الدورة نبدأ موسم جديد وفيه ناس قالت مش هنرجع نلعب ولا ننزل للملعب إلا لما كورونا يختفي أو تلاقوله مصر وفيه ناس قالت أنه كورونا في كل بيت والناس عايزة ترجع الدورة عشان الأقل يفوز باللقام طيب الرده بمنتهى البساطة لكل الناس دي اللقب اللي أنت بتتكلم عليه للأسف الشديد لو ترجع للأرقام هتلاعي أن النادي الأهلي فايز به 41 مرة يعني 3 أضعاف 3 أضعاف قارب المنافسين ليه بالضبط وضعف مجموع كل الأندية مجتمعة الأندية مجتمعة اللي فازت بالدورة النادي الأهلي فايز بيها بدعفهم فالطبيعي أن 42 مش هتفرق من 41 أكيد لكن أنا شخصياً ببقى سعيد لما الدوري يخرج من بيته المفضل النادي الأهلي سنة أو سنتين لأن بحس بقيمة الدوري ده أنه بقى بطولة كاسعة لكن خلينا نتكلم خلينا نتكلم في الكلام المنطقي الكلام المنطقي بيقول أنه فيه أزمة كبيرة وفيه فيروس وده ابتلاء من عند ربنا والعالم كله بيصليه بيدي علشان يرفع البلاء ده يا رب لكن لكن فيه الناس بتتكلم بشكل موضوعي جداً وتتعامل مع إجراءات احترازية طيب ما الحلول موجودة نعمل زي كل العالم ما بيعمل فيه إجراءات احترازية وفيه بروتوكول واللي يخالف الكلام ده يتعرض لتحذير ثم إلى غرامات مالية من اللعيبة هتقول لي طب وإزاي أطبق الكلام دوت وإزاي أن أنا أعمل الكلام ده ومنتهى البساطة هل فيه لعيب كورة في مصر من الدور الممتاز ما عندهوش موضوعي الحديث ده أكيد طبعاً كل موجوده جاهز معاه طيب إيه المشكلة أن أنا كل ما يتعلق بالمنظومة الكروية في الأندية في الفريق الأول وكل الإداريين وكل المدربين وكل أفراد الجهاز الطبي واللعبين ينزل عندهم طبي أنت قصدك طبي يكون فيه كل الإجراءات الاحترازية يكون فيه كل الإجراءات الاحترازية ويكون بالتعاوم مع اللجنة الطبية في اتحاد كورة القدم أو الوزارة أو وزارة الداخلية وأن الكلام دوت الطبي دوت يحدد لك كل لعيب متواجد فين بالمناسبة ده الإرشاد الطبي ده الإرشاد الطبي اللي أصدره الاتحاد الأفريقي وموجود حالياً مع الأربع عنديه اللي موجودين في دورة أبطال إفريقيا. عايز أقول لك إرشادات طبية. من أول ما تدخل قط اللبس لجاية لما تركب الطيارة وترجع. وده الطبيعي وده اللي بيحصل في كل العالم. بمنتهى البساطة. هبقى عارف اللي عيد ده راح فيه. بتجمع بتاعه ازاي. راح فرح راح ما. الكلام ده هيبقى من السهل ان انت تسيطر على الموضوع بمنتهى البساطة. وبالتالي اللي يخالف. اللي يخالف يستحق انه تعرض العقوبة. وهيبقى فيه منتهى الشفافية قدام الناس كلها. ولا هنسمع حد بقى يقولك كورونا في كل بيت وعايزين يدلوا الدورة لأهلي. ده كلام فاضي. ده كلام فارغ. هنلعب أفريقيا والأمور هتبقى واضحة قدام الجميع. واللي بيطبقها في الدورة المصري. هتطبق أصعب منه. وانت مسافر في مباريات افريقية. وساعتها الكل هيحس بقيمة هذه الصناعة. واهمية هذه المسابقة. لان الدورة بالنسبة لنا زي ما انت سكرت يا سلسامة. الاهلي واخد واحدة واربعين دوري. فالأهلوية بيحسوا مثلا بيقيمة البطولة لقدر الله لما بتغيب سنة او سنتين. لكن الاهلي دايما حريص على ان الصناعة دي تستمر. لان انت ممكن لقدر الله عايز تلغي المسابقة دي. ما انت المسابقة اللي جاية اللي ممكن تبدأ كمان شهر لقدر الله لو في اصابات هتلغيها. بدل ما تلغي بطولة هتلاقي نفسك لغيت بطولتين. وكمان ده بيأكد ان النادي الاهلي مش هدف ان هو يرجع علشان ياخد بطولة دوري. قلتلك ان الارقام الارقام رهيبة والفاني رهيب جدا بينه في الاخرين. لكن الاهلي الاهلي مؤسسة وطنية. الاهلي ماشي مع توجه الدولة. عودة الحياة. عودة الحياة في كل انواعها. سواء رياضية ثقافية انشطة اجتماعية. النادي الاهلي حريص على ده. بس علشان محدش يراهن ويتكلم كتير في موضوع الوطنية والكلام اللي احنا بنسمعه ده. طيب. سؤال اخير. سؤال اخير في 30 سنة او في 10 ثواني. مبسوط بأداء الاهلي في مباراة امبي رغم ان البداية جاية بعد خمس شهور ايقاف. ولا لسه ان شاء الله المباراة اللي جاية هيبقى الاداء افضل من كده. مليون في المية. الاداء مش مواكب لمستوى الطموحات ولا الاداء اللي كان قبل التوقف. ولكن زي ما قلت لك. فترة التوقف خمس شهور من الطبيعي جدا ان يحصل فيه هبوط. ولكن مع التدرج المباراة ومع استمرار المباراة اتمنى ان شاء الله ان اللجنة اللجنة الخماسية تعلن جدول الدوري المتبقي. خلاص كلنا عرفنا ان دوري ابطال افريقيا نصف النهائي يوم كذا. والنهائي يوم كذا. اتمنى يا رب. يا رب ان شاء الله تعلن الموضوع. علشان الاندية تبع عرفة رأسها من رجليها. والنادي الاهلي مع المباراة هيرجع النادي الاهلي اللي مع غايلر بيحقق انجازات وارقام قياسية بازن الله. استاذ وسامة السويسي الكاتب الصحفي والنقد الرياضي ومحبوب الاهلوية عبر السوشيال ميديا. بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. في بيتك في على شاشة قناة النادي الاهلي. شكرا جزيلا. انا اللي متشكر. بالتأكيد كانت مدخلة قيمة وترند اونلاين مع شخصية مميزة في يوم مميز. وحدث مهم النهاردة بالتأكيد. وكان لازم نلقى الدوق على بعض التفاصيل اللي من خلالها في السوشيال ميديا الناس بتتكلم عليها. وكان لازم نلقى الدوق عليها في ترند اونلاين. فاصل ثم نواصل. مازالة للحديث بقية. اهلا بحضركم من جديد والترند العالمي. ترند العالمي بالتأكيد جاي في لحظة من اللحظات. احنا بنتكلم على دوري ابطال اوروبا بعد ايقاف حوالي دام من شهر اربعة لشهر اغسطس اربع شهور. مباراة هتتلاعب من النهاردة لغاية يوم الجمعة القادم. كانت مفوت تلاعب من اربع شهور. تتكلم على برشلونة وبايرن بيتكلم على منشستر سيتي وليون. تتكلم على باريسان جرماني النهاردة فهتتكلم على مباراة دورة بتال اوروبا للمفوت تلاعب من شهر يبريل. حاليا احنا بقينا في شهر اغسطس وكله بسبب القرون. لكن في التريند العالمي عندنا عناوين. نروح بسرعة ونشوف عناوين التريند العالمي. نبدأ بحساب ليفربول اللي نشر فيديو لأول هدف يسجله محمد صلاح مع الريدز زي النهاردة في الفين وسبعة عشر. صفحة يلا كورا على الفيسبوك بتقول ان برشلونة يعلن اكتشاف حالة كورونا بين صفوف الفريق. الف سلامة. اما حساب جريدة الوطن على تويتر بيقول ان المحمدي قد يكون اول ضحايا الازمة الاقتصادية في استون فيلا. والى جريدة الاتحاد الاماراتية اللي نشرت فيديو لتقنية جديدة لتدريب حراس المرمى تغزو الاندية العالمية. وبليت شر فوتبول نشرت على حسابها صورة لرونالدو وقالت ماذا لو رونالدو استمر مع مانشستر يونايتد. حساب في الجول على تويتر نشر صورة لعثمان ديمبلي وعلق عثمان ديمبلي يعود للمشاركة مع برشلونة منذ انغاب عن الفريق للاصابة منذ نوفمبر الماضي. ماتين تسعة وخمسين يوم بدون قرة قدر. حساب ريال مدريد على تويتر نشر فيديو لتيبو كورتوة حارس مرمى الفريق وعلق عليها مكينة انقاذ. حساب هوس كورت على تويتر نشر صورة لتشكيلة الافضل في الدور ربع النهائي للدور الاوروبي. برشلونة يعلن قائمة الفريق المتجهة الى لشبؤنا لمواجهة باير ميونيخ في ربع نهائي دور الابطال يوم الجمعة على حسابها على تويتر. اهلا بحضراتكم من جديد وطبعا شايفين معنا التريندات العالمية برشلونة مباراة الباير نقدر نقول هي قمة مباريات الدوري ابطال اوروبا ان شاء الله يوم الجمعة القادمة مباراة جبيرة جدا مباراة بالتأكيد الكل بنتظرها. دوري ابطال اوروبا السنة دي مختلف شوية على السنوات السابقة لانه طبعا بتتكلم عن الريل الريل مش موجود بتتكلم عن اكبر الفرق بالتأكيد في اوروبا مش موجودة فالوضع بالتأكيد هتكون فيه مباراات مستوى第 فني اقل شوية وفيه مباراة هتكون مستوى الفني اعلى كتير طيب بتأكيد النهاردة طرحنا سؤال مهم جدا لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان والسؤال كان ليه علاقة بمسألة تأجيل مباريات الدوري بسبب فيروس كورونا طلب بعض الأندية رأيكم في هذا الموضوع ايه الحمد لله التفاعل كان كبير جدا من كل المشاهدين في كل مكان سواء عبر الفيسبوك سواء عبر تويتر أو حتى من خلال الانستجرام طيب لو هبدأ معاكم تفاعل الجماهير أول حاجة كيرو سعد بيقول رأيي أنه ما ينفعش لأن كده الدوري مش هيكمل يبقى ما كانش رجعوه تاني من أصل وليد رفعة صادق بيقول هروب المستحقات اللاعبين خاصة لا ناقة لهم ولا جمل في الفوز الدوري والبعض عشان يهرب من الهبوط أسبت قبض الحقيقة إسماعيل بيقول عشان الأهلي هياخد الدوري الناس فهمها وعرفها كويس قوي محمد السيد بيقول المفروض المباريات تتأجل بحد أقصى أسبوعين خوفا على الفرق المنافسة مع الزمهم بالإجراءات الاحترازية واللي يخالف يعاقب بخصم النقاط الناس عارفة كمان اللايحة ممكن تبقى إيه إسلام أحمد حسين بيقول لا لم أكن مع هذا الرأي بيرفض التأجيل أحمد بيقول تلكيكة فاضية شكلنا بقى وحش قوي قدام بقية الدوريات والله وبانت أن الكل هنا بيحب بيبوز أي حاجة سليمة وشغالة كويس الناس عارفة أهمية أنها صناعة كبيرة طيب محمد دا حمدي بيقول أعتقد أن لو الأندية مطبقة التباعد والالتزام بالكمامة مش هيبقى فيه أعداد دا كتير زي ما حصل في المصر ولو ظهر هتكون حالة واحدة من عدوى من الشارع ومحدش هيتعدي من الفريق وطلب الأندية دا حجة لإلغاء الدوري وضيع الدوري رقم 42 من الأهل أحمد دا محمود بيقول خلينا نشوف الاتحاد الأوروب بيتصرف إزاي مع عتلتكم مدريد وهو دا رأيي أنه طبعا إصابات قليلة لكن المطش يتلعج محمد هلال بيقول ما ينفعش أي مطش يتأجل لازم كل فريق يحافظ على لعبته مش يعملوا المسحة للعيبة وخلاص يسيبوا اللعيبة يعملوا لهم عايزينه ممكن أي فريق مش عايز يلعب مطش يقولك عندي كورونا لازم نشوف المسحات اللي تتعامل أحمد خيري بيقول كل دا تخطيط لإنهاء المسلم دا عشان الأهل يحسم الدوري لا تقلق محمد بيقول أنا شايف أنهم يعتمدوا الترتيب الحالي للدوري ويلغوا الدوري دا حصل في الجزائر بس بيعمل أزمة أبو محمد بيقول لا أوافق على إلغاء الدوري مع احترامي لكل الأندية الدوريات اللي اشتغلت مش أحسن من الدوري بتاعنا طيب من خلال تويتر أحمد محمد عمران بيقول مساء الخير عليكم أولا دا اسمه إهمال واستهتار وعدم مسئولية يعني الاتحاد والدولة صرفة مساحات والأندية ولا تبالي بعدين تيجي تطلب التأجيل لا طبعا عدم التأجيل لأي نادي مهما كانت الظروف والأسباب حتى لو يلعبوا بالناشئين أو حتى إذا كانوا مش هيجوا المباراة خالف التأجيل بيضعف المسابقة والله يبرفو عليه محمد بيقول لو الناديين اللي هيلعبوا مش متضررين فيلعبوا عادي عشان الموسم الجديد وكل الدوريات الكبرى كملت الدوري بنفس الطريقة أما لو فيه أكتر من واحد مصاب فما يلعبش حفاظا على عدم انتشار العدوى ونسر الأهل فرجا بيقول حجج المرض دا موجود في العالم كله وكل الفرق بتلعب ودوري أبطال أوروبا مش الدوري المصري سمكة الشيخ بيقول أنا من رأيي على حسب الأعداد بتاعت اللعيبة لو فيه أكتر من أربعة أربع إصابات في أي نادي لازم يتأجل أي مطش أربعة بس دا احنا نأجل كده الدوري كله طيب فيه رأيي تاني نأجل إيه إحنا ما سدقنا الدوري يشتغل تاني طيب أحمد دا بيقول دا مش طلب دا اعتراف بالفشل يعني أي نادي عنده إصابات وعايز يأجل من وجهة نظر اعتراف بالفشل طيب صلاح دا مش محمد صلاح دا واحد حاط الصورة للمحمد صلاح بيقول أولا تحياتي ليك يا كابتن أنا بحبكم جدا لا لتعجيل المباريات في الدوري إلا إن كان في مباريات في بطولة إفريقيا يا رب الأهل يكون بطل إفريقيا يا رب بإذن الله الملك يكون متوج في الأميرة التسعة إن شاء الله أحمد صهيب بيقول هروب لأن هم عارفين إن الدوري خلاص بح والدوري للأهلي بيهربوا بدافع للإصابات كتير مع إن كل دا بيكون كذب أصلا ومش بيكون في إصابات أصلا طبعا يوجد نظرك يا أحمد لكن أكيد اتحاد الكرة بيقلي وبعدين دوريات العالم كله شغالة مع إن أغلب البلاد اللي الدوريات اشتغلت فيهم كانوا عندهم إصابات أكتر من عندنا أضعاف أضعاف الإصابات بتاعتنا طيب روح لإنستجرام والحضري بيقول مسائل فل يا كابتن محمد دلوقتي في أندية عاوزة إلغاء الدوري عشان كورونا وفي نفس الوقت عايزين دوري أبطال إفريقيا يشتغل والدوري الموسم الجديد يشتغل هو كورونا جاية في دوري السنة دي بس ولا إيه يفاهمون بس يمكن ليهم دماغ تانية جبت من الآخر إنجي عصام ده شماعة لبعض الأندية اللي مش عاوزة تكمل الدوري عبدو سيد بيقول يجب التأجيل حتى استقرار الأندية في وجهات نظر وده شيء رائع كلام مهم جدا وأنا بصراحة مبسوط على المستوى الشخصي بمشاركات الجماهير ودائما يكون فيه تفاعل بيننا وبين جمهور الكرة المصرية في كل مكان وحتى جماهير النادي الأهل على الواجب الخصوص اللي بتأكيد بنسعد دائما إن احنا بنكون معاها يوميا على شاشة توقنات النادي الأهل بشكركم بالتأكيد لحسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتاك على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترينت شكرا وإلى اللقاء